بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذكرني ما نسيت واحفظ علي ما علمت وزدني علمه اللهم خرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنوري الفهم وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي وطلابنا الأعزاء واليوم راح نتكلم عن شابتر 11 طيب الآن احنا عدنا اليوم present perfect طبعا المظارة التام احنا اخوان اكون ملاحظا هو منطين هنا بايضا هاي السينز الفورم الدرشين وهذا الفصل طيب الآن احنا راح نتكلم الآن عن زمن المظارة التام زمن المظارة التام تمام عيني المظارة التام احنا المظارة التام بزمنيا المظارة التام البسيط والمظارة التام المستمر اكونوا عين من التام احنا راح نبدي بالمظارة التام البسيط present perfect symbol المظارة التام البسيط هذا هو العادي الخليل نقول اللي هو المعتاد اللي احنا نعرف المضارع التامة البسيطة present perfect symbol القاعدة ما التزمن فاعل زائد انهاف او هاز زائد فعل يحتوي على تصريف ثالث زائد تكمله طبعا التصريف الثالث للفعل هاي مجموعة من الافعال لازم تحفظها خصوصا الشاذة اللي ذكرناها قبل وارجع عيدها مرة اخرى تصريف ثالث للفعل يعني احنا عدنا تصريف اول اللي هو المضارع والماضي تصريف ثاني وهذا يسمونه تصريف ثالث للفعل مثلا play play the plate مثلا go went gun احنا عدنا فعل شاذ وعندنا فعل قياسي طيب انا عندي هنا بهاي الجملة مضارع تام وهاي القاعدة multi i work وان هنا عندي at school هاي الجملة multi اوكي جون امالتي i work at school القاعدة multi قبل لا اروح للحل فاعل زاد انهاف او هاي زاد فعل يحتوي على تصريف ثالث للفعل زاد التكملة i have worked at school i have worked at school ضفنا الاي ضفنا الهاف لان الفعل مجرد لان الاي ياخذ الهاف وخلينا تصريف ثالث للفعل ضفنا لأيدي ضفنا لأيدي ولا تنسى هناك افعال شاذة في حالة النفي راح اقول they have not played وطبعا يعني اذا اردتها اختصر i haven't they have not played فتبول اذا اخذت سكانة they طيب اذا كان عندي مفرد مفرد راح استخدم الهاف زين انا عندي هنا has she worked at school طبعا السؤال بالامتحان لما يجيني يقول she work واتسكول هاي هي الجملة مالتي حلو وهي الجملة مالتي ردت اصويها سؤال مضارعتان فقلت له has she worked at school وخليت علامة استفاب وخليت الهاف طبعا بالبداية لانه سؤال ليش استخدمت الهاف لانه مفرد ليش ضغت تصريف ايدي لان تصريف ثالث للفعل ليش ضفنا ايدي لان تصريف ثالث للفعل للفعل هذا هو زمن المضارع التام البسيط الكلمات اللي نستخدم مياها هذا الزمن هي already ever just never yet not yet so far till now هاي الكلمات lately recently هاي الكلمات كلها نستخدمها مع زمن المضارع التام مع زمن المضارع التام البسيط طبعا البسيط الآن ننتقل الى زمن المضارع التام المستمر ذاك اللي نخذنا المضارع التام البسيط هذا المضارع التام المستمر القاعدة مالة الزمن فاعل زائد هاب او هاز زائد هاز او هاب زائد بين فعل يحتوي على I work at school I work at school I have been working at school I have been working I have been working I work at school طبعا هو هنا يعني مختصرها أنا راح أوخرها صراحة على صفحة على مود شوية مادة وخطالب خليها نا على صفحة ونعذفها أحسن أنا ما حبي الاختصار صراحة أحبي جملة كاملة على مود نعرف إياه هي وين هي شيني ما يصير يجي قبل الاختصار لا أنا ما حبي الاختصار I have not been working at school إذا اللاحظ إحنا عندنا أحبنا أشياء مضافة هنا اللي مضاف هو كالتالي اللي مضاف هو كالتالي عندنا كل هذول هم تمت إضافتهم ولينا ننطيهم غير لون إهالي I have not been working at school ليش ضفنا هاذ لأنه I ياخذ هاذ ليش خلينا نات لأنه نفي والبين ما تلقاعدة والإنجي ما تلقاعدة فصارت I work at school في حالة السؤال لو قدين عدنا She She work at school Has she been working at school خلينا الhas بالبداية ونفس الحشة ونفس السؤال فخلينا إعلامة استفهام لأنها سؤال خلينا إعلامة استفهام لأنها سؤال طيب لا تنسون شغلة مهمة جدا شغلة جدا مهمة الآن المستمر زمن الماضي التام المستمر فيه استمرارية وقت استمر هناك حدوث استمرارية طبعا أنا فصلت لكم هذا اليونت فصل بعد بس هناك حاجة فيدي هنا بالبداية ذاكر لي عن الأفعال المساعدة وقال لك يا بترى إحنا رح ناخذ هيتش خالر حتى إحنا كليتنا خذناها وخذنا القاعدة وسوينا عليها أمثلة بما فيها الكفاة بعدين قال لك يا بترى بالنفي سيرون هيتش وتوني قلت لكم عليهم شنو هو النفي بعدين قال لك يا بترى الأفعال الشاذة لازم تحفظها وأنا أرجع وأقول لك الأفعال الشاذة مهمة بعدين هنا منطيني الكلمات اللي ادل على كل زمن وقال لك ركز لعليهم وإحنا ذكرناها ومنطق أمثلة وإحنا نطعنا أمثلة أنا أنصحك تقرأ الأمثلة ما أنت يعوف هذوني هذان الأمثلة يدوغن لك شوي طيب الآن Uses رح نجع على Uses استخدامات زمن المضارع التام رح نحكي عن المضارع التام البسيط يقول Unaction or State ترى ممكن يجيني سؤال بالمناسبة قبل لأقلكم مرة درست أحدى الطالبات دخلت يمي كورت وهذه الطالبة يعني كانت قرأتها مجدا جيدة فأني لحيت عليها سويت لها انتحانات وقلت لها أحفظي لني مثلا استخدامات قالت لستاذ شنو أنا قاعدة أدرس تاريخ أنا قاعدة أدرس أدب يعني شنو أحفظ لني استخدامات المضارع التام واستخدامات المبني للمجهول قلت لها ترى مهمات والدكتور مهم ما يجي قالت لا استاذ أنا ما أحفظ قلت لها أنت الخسران المهم هي ما أحفظت والله تصدق والحظ وتروح للمتحان ويجي عليهم سؤالين واحد على استخدامات المضارع التام واحد فتشيهم استخدامات نقاط تعداد وما نتحت قلت لها أنا قتلك وحذرتك وانت ما سمعتك وهيش خسر لذلك لا تقول هذا الشي مهم بس إذا الدكتور قال لك لا تقراهنا شيء واحد بس الدكتور ما قال لك اقراهن ترى والله يجن طيب الناس عبارها لأزم من اختيارات وصح وخطأ لا أخوان ممكن يجي يقول هو أولّ استخدام an action or state which repeated in the past and which may be repeated in the future يعني الحدث اللي تمه بالماضي ممكن ينعاد فد قريب على الحاضر يعني رح يصدตان مضارع التام اخوان أنا نسيت ما قلت لكم دائما استخدام فد حدث تمه بالماضي وفيه نتيجة وفيه ارتباط بالحاضر يعني مثلا مثلا لقد قدم بفضل ال بنية ودي له الدنيا م всей الوصيب لقد قد طب AB عن نوول تبيته لقد قد فرقوا بنتيجة اي حدث اي حدث اي حدث اي حدث اي حدث محدد و لا تنس انه اليت تجي مع النفي اليت تجيك مع النفي كلمة يت تجي مع حالة النفي يكلم الشرق احنا ذكرنا الاستخداء الكلمات مع الزمن المظارع التام سي يقول الاكل اكشن spirituality which begins sometimes in the past and has continued to the moment of this speaking مثل ما أنا قلت لك فد حدث تم بالماضي وإلى نتيجة أو إلى فد أثر استمر لحد الحاضر جهت تلقى الدينة ماطرة الدينة مبللة إذن هذا حدث تم بالماضي صحيح ولكنه شبي استمر أو استمرت نتيجته إلى لحظة الكلام إلى لحظة الكلام هاي ثلاثة استخدامات كلش مهمة ممكن جنك تعداد عادي طيب نجحة على الفور والسينز يقول الفور إخوان إحنا كلمة فور تجي لمدة محددة إلها بداية وإلها نهاية فور سيكس مونتس لمدة ستة أشهر يعني نقطة محددة عدد ومعدود ست أشهر خمس أشهر خمس أيام يومين ثلاثة أسابيع دائما الفور تجي كوية عدد أو مدة محددة طيب عندك السينز أيضا الفريز السينز لا تستخدم مع نقطة فقط بداية منذ شهر سبتمبر منذ أن جئت إلى بغداد منذ أن سافرت منذ منذ السبت الماضي فقط نقطة بداية إذن الفور مدة محددة إلها بداية ولها نهاية خمس تشهر محددة بوقت معين أما السينز فقط إلها نقطة بداية السينز فقط إلها نقطة بداية منذ أن وصلت منذ أن وصلت طيب ملاحظة أخرى شباب عندك هنا هذن الكلمات عندك قبل الفعل الرئيسي 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 أكهم ملاحظات عليهم لا تنسى إنه ليفتجوا ويالنفي يقول لك هنا الـ just means immediately طبعا الـ just معناها حالا recently معناها مؤخرا لأن كل إنه يجنوية زمن المضارع التام عندنا أيضا الـ already emphasize طبعا الـ already تركز على فد حدث حتى داما المستخدمة بالحياة اليومية يقول لك أنا أصلا الـ already رايح له يعني أصلا أنا من قبل أخواني أتأكد على فد حدثا تقايم بي أصلا من قبل يعني أفد تأكيد على قيام بشيء معين ولا تنسى ليت مع النفي ولا تنسى ليت مع النفي طيب أخوان الآن هنا عندي مقارنة ما بين زمن المضارع التام والماضي البسيط حلو أخوان ركز يمزين وخليك ويالي زمن المضارع التام حدث تم بالماضي وإلى نتيجة استمرت إلى الحاضر الماضي البسيط حدث تم بالماضي وانتهى انتهى طيب يقول هنا يقول تأخذ بروفيسور إليون اكيرس سيمنتا سيمنتا طيب يقول أنا مثلا ما حدث كم مثال خارج يابا دكتور إليون أو دكتور علي أو دكتور أحمد أخذنا بالفصل الماضي بمادة الجرامر وانتهى الموضوع الحدث تم وانتهى وخلص حسنا حسنا ولكن من أقول أنا جدا قوي بالفصل أنا جدا قوي بالفصل لأنه دكتور أحمد حسنا حسنا أنا جدا قوي هسه إلى تأثير إلى نتيجة النتيجة شنية أنه أنا هسه صرت ذكي وصرت فاهم يقول سيقوم بمضارعة التام نتيجة استمرت أكو أثر سيستمر إلى الحاضر أما بالماضي التام في الحدث تم يقول إليون لقيت بعض مفضلات مفضلات بإتفاق مفضلات الآن لا تستمر لقيت أي مفضلات يقول حدث تم وانتهى يقول أما بالمضارع التام فراح يستمر بالقيام عننا إذن الحدث تم وإلى نتيجة استمرت إلى الحاضر هاي مضارع تام أما الماضي البسيط فهذا حدث تم وانتهى وخلص طيب هذا هو الفرق ما بين المضارع التام والماضي البسيط والماضي البسيط صراحة بعد حس شوية تحتاجون لذلك رح أنطيكم أمثال آخر الآن عندي هنا زمن المضارع التام المستمر هاي صورة أحسن الآن عندي المضارع التام والمضارع والماضي البسيط المضارع التام والماضي البسيط يقول توم is looking for his key يبحث توم عن مفاتحه he has lost his key شوف الآن الحدث الحدث تم بالماضي والنتيجة استمرت إلى الحاضر شن النتيجة أنه هس حاليا دايخ بيهن يدور بيهن شوف ديفكر بيهن من قلوب هاي he has lost his key الحدث تم بالماضي ونتيجة استمرت إلى الحاضر تكفي الصورة شنو أما الماضي البسيط الماضي البسيط توم لقد ضيع مفاتيحه لقد ضيع مفاتيحه الحدث تم و انتهى و حتشا شح شو دايخ سؤاله فيه يقول والله انا صراحة ضيع تم مفاتيحي يقول هنا شوف لي ركز على هالما المراحض يقول present perfect is present it always tells us situations now الماضي البسيط tells us only about the past بس يحشينا عن الماضي ما بي استمرارية ما بي استمرارية ما بي نتيجة استمرت إلى الحاضر ما بي نتيجة استمرت إلى الحاضر و هنا عدنا زمن المضارع التام present perfect المضارع التام المستمر المضارع التام المستمر احنا شرحنا شن المضارع التام المستمر نتبول على هاي الصورة انا عندي هنا بهاي الصورة الاولى زمن المضارع التام المستمر بهاي الصورة الاولى وبالصورة الثانية عندي زمن المضارع التام المضارع التام المستمر حدث تم بالماضي و فيه استمرارية يعني بمعنى لا زال يعني هناك استمرارية الان هاي المرة بدت تصبغ وهي بعده مستمرة بالصبغ هذا اللون الأصفر الأصفر اللي قاعد تصبغ بي I am painting my bedroom و أنا قاعد أصبغ بغرفتي بعدها قاعد تصبغ يعني هناك خضار هنا يعني معناه هو اللون القديم كان أخضر هي صبغتها بالأصفر قاعد تصبغ بي حلو حلو هذا الحدث تم بالماضي ويعني خلينا نقول هو بالماضي مستمر لم تنتهي منه إذن بالماضي المستمر الماضي التام المستمر الحدث يكون يعني على وشك لا يزال قيدة الاستمرارية لا يزال قيدة الاستمرارية يعني بمعنى أن الحدث ممكن انقطع أو استمر أو انقطع المهم هو لا زال على قيدة الاستمرارية ولم يكتمل شوف هنا بعده أخي نصب نص أما في الماضي التام فحدث تم وانتهى إلا أنه له نتيجة شنه النتيجة مالتي إنه هذا الانصبغ انصبغ ونحطت هنا الصورة ونحط هذا الميد إذن الحدث تم وانتهى واستمرت النتيجة مالتي شنه نتيجة مالتي إنه البيت صار مصبوغ بلون جديد إنه مصبوغ بلون جديد طبعا هاي الصور لكم معلمون تفهمون وهاي الأمثلة يا أخوان لازم تحفظونها شوف هنا مثال يقول My hand are dirty إديّ متسخات إذن الحدث لا زال مستمر لا زال مستمر لم ينتهي لذلك استخدم المضارع التام المستمر طيب My bike is ok Bicycle هسه تمام 100% إذن Bicycle تمام إذن بمعنى أن الحدث تم وانتهى أو خلص إلا أن له نتيجة النتيجة مالتي إنه هسه حاليا شغال أنا صلحت النتيجة إنه أنا هسه صلحت الماضي التام حدث تم وانتهي إلا أن نتيجته استمرت إلى هذا يقول يقول somebody has eaten شخصا ما قد أكلت شكليت هو هسه فارغ أمتي فارغ هذا ماضي تام أما الماضي التام المستمر يقول he has been eating too much يقول هاي هواي ما أكلين هواي ما أكلين بنتو لازم تأكلون أقل بمعنى أن الحدث تم وفيه استمرارية استمره أنهم ما شاروا يأكلون بس الحدث شنو ما أكتمل ما أكتمل الحدث هنا بهذه الجملة لم يكتمل he has been eating كان لا يزال قد يأكل حتى أنه يعني خلينا نقول هو حتى يعني هسه هو واحد يقول هو أكل هواية شلو ما أكتمل الحدث لا الحدث بمعنى أنه لم يتم بمعنى أن الحدث خلينا نقول فيه فيه يعني استمرارية ثم انقطاع انقطاع مو بمعنى النفي أخوان خلينا نطيكم مثال آخر الآن يقول it is nice to see you again من الجيد أنا أراك مرة أخرى what have you been doing since last meet شن تسوي خلال هاي الفترة الآن هاي الجملة أو العفل شوفيلي الجملة أخر where is the book I gave you أقول لك الكتاب اللي أنا نطيك يا وين حدث تم بالماضي انطيتك آن الكتاب شوف إذن إحنا إخوان هاي الجملة لازم تنحف الصراحة لذلك أنا أنصح أن نأخذ مفتاح حل مثلا الجملة الأولى هي هاي dirty هي مفتاح الحل هاي بالمضارع التام المستمر أما بالمضارع التام هاي it is okay again هاي هي مفتاح الحل إنه هو تم فكل جملة لها مفتاح الحل إن شاء الله تسهلت عليكم إن شاء الله تسهلت عليكم وهاي الأمثلة اللي يعدكم أيضا تقرونها مثلا it has been raining all morning كل الدنيا كل الصباح كانت تمطر حدث فيه استمرارية زين يعني الحدث فيه ولا يزال هناك فيه استمرارية يعني الحدث ما نقطع لا يزال هناك فيه استمرارية يقول it has rained every day this week لقد مطرت كثيرا أو لقد تمطر قد يعني شونا نقول الجو إحنا شونا نقول بلهجتنا العراقية هو يتمطر هو حدث تم بالماضي والنتيجة استمرت للحاضر الآن it has been raining هو ما زال مستمر هنا ما زال يستمر أما هنا فحدث تم بالماضي وانته وانته طيب طبعا هذا كل ما موجود بالنسبة للفصل إن شاء الله نحل التدريبات في الأيام القادمة وإن شاء الله من تسمعون هذا الفيديو أنا أصلا من الزين شوفكم بخير تحياتنا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته